اشتركوا في القناة شو؟ شايفتك متأخر في النوم اليوم؟ ايه والله ما بعلكشو صائبري اليوم حاسس بدني مكسر تكسير تفضل ضغري ولا اعمل لك قهوة؟ لا بلا القهوة خلينا ناكل لقمين بسم الله الرحمن الرحيم عندك شيء مشوار اليوم؟ لا ما عندي يعني راح تضلقائل بالبيت؟ ايه بالبيت وين دي عوض لكان يو؟ ماقول تقضي اجازتك بالبيت؟ عيني انا اخد اجازة من الوظيفة لحتى ريح بالي وعصابي شوي وانا بالي ما بيرتاح إلا هون ببيتي هذا اولا وتانيا ثانيا وين دي روح؟ انا في محل خرجين راح علي طيب روح عود بالقهوة اتسلالك شوي مع رفقاتك انا اعداد القهوة يا نادة ما بحبها هنيك ما بعرف يعني الناس كلها بتسمع بعضها ويعني بخاف تفلت مني شي كلمة هيك ولا هيك او حدا يسمعها ويفسرها على كيف هو وتصير معي مشكلة انا بغنى عنها انه خوفك هاد ما راح تخلص منه لا لا هندا هذا مو خوف هذا اسمه شلون بدي قلك حذر واحتياط واللي ما بيحسب ما بيسلم طيب اتركنا من القهوة انزال يهدلك شوي بجنينة جنينة لا ما حذرتي ألعنوا أداء رقبي يو وشبه هاي كمان يا عيني الجناين صايرة مرتعة للمتسكعين والعواطلية والزعران يعني هنيك ما بتلاقي غير العاطلين عن العمال والتلميذ الهربانين من مدارسهم والمراهقين يلي رايحين يلحقوا بنات وش بدك فيهم كل هدول خليك انت بحالك يا ندا انا اذا طليت بحالي هنما بيخلوني يعني الا ما تعلق شي مشكلة او اخناء او انا موجود وتجي الشرطة ياخدوني شاهد يجرجروني على المخافر كل يوم والتاني وحلسين وجيم ندا الله يرضى عليكي ما بدي نام لا بين لقبور ولا شوف المنامات الوحشية فضاعة شو بتحسبة خلاص تصفل اعمالي اللي بدك يا انا اليوم رايحة لعند الخياطة وليش بقى شو ليش يعني ليش الواحد بتروح لعند الخياطة وبشو رايحة ماشي شو الله جابرني لحتى روح ماشي وضيع كل وقتي بالطريق لانه طلع بالسرفيس ما منيحة بخاف حدا يتحركش فيكي بالميكرو او يسمعك شي كلمة ممنيحة ونعلق بشي مشكلة نحنا بيغينا عنا طمانة يا سام ما رح يصيل شي من هان لاني ما رح اطلع بالميكرو رح ااخد تاكسي تاكسي او عقنة دا او عقنة دا لا تطعي بالتاكسي يو وليش ارتعبت كل هالقه شو انا اول واحدة بتطلع بالتاكسي لك يا ندا فهميني الله رضا عليك فهميني يا روحي طلعت الوحدة لحالة بالتاكسي مومنيحة مومنيحة موحلوة موحلوة نو وليش بقى لسه بتقلي ليش يعني اذا انا رجال واللي ناتع شوارب هاسمك سمكون واللي طولي صار طولي الحورة ما بطلع لحالي بالتاكسي بقى شلون انت المرض ضعيفة ويلي تعتبر الدرعة قاسر بالمجتمع والله اذا في ضلع قاصر بهالمجتمع فهو انت انا من جهتي والله ما بخاف الا من اللي خلقني يا حبيبتي مين جاب سيرة الخوف هذا اسمه حزر يعني الانسان لازم يعمل احتياط لكل شي يعني يا ما يا ما عم نسمع قصص وحكايا عم تصير بالتاكسي بقى ليش نحنا لنرمي حالنا يا كرمي والله اذا انت عم تسمع قصص وحكايا تصطفي انا من جهتي ما عم ما اسمع شي بعدين صلي عشي سنة بروح وبيجي بالتاكسي وما صار معي ولا مشكلة بس يا نداي خليلي ايسا عم حاجة بس بس لازم تلاقي حل هالقصة انا قصة قصة الخوف تبعا على طول خايف ومرعوب و بتحسبلي مليون حزاب اوضعك مو طبيعي بنوب انا ايه لكان انا ولعلمك عم تفيق بالليل وتصري انا ايه انت بقى اسمع مني وروح عروض حالك على طبيب نفسي احسن ما تتفاقم حالتك اكتر من هي لا ندا لا هاي ما بريد منك ابدا شو انتيش هيفتيني قدامك مجنون انا قدامك مجنون يعني شو هلأ كل واحد بيراجع طبيب نفسي بيكون مجنون نص العالم اللي حولينا عنده امراض نفسية وما حدا حاسس فيها على كل حال انا رح ااخدلك موعد مع الدكتور مختار لا 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 اوعد ندا اوعد ندا بس عام منك ها اوعد ندا بقرق تمان ها اوعد ندا سني للين لحظة شو الدريق لك اذا بده يقطع الشارع بيضل ساعة وهو يتلفت يمين ويشمال واذا بده يدفع فاتورة كهرباء بينقطع قلبه من الروحة لك حتى على الوظيفة معاد راحة كتير مقضيلي اياها على اجازات واجازات مرضية لازقام بيخلقتي بها البيت ليل ونهار بالفعل مشكلة لك الله يكون بعوني كيف متحمل انتي شو بدي اعمل ما بيطلع بي ايدي شيء ما بيصير الحكي لازم يشوفوا دكتور نفساني ما قتلك مو قبلان انك شو على كيفه وغصبا عن نور ما بدي اعمل فضيحة بالبناية بعدين بيطلع علينا حكي اشكال والوان هذا اذا ما عملوا للزلمة مش نون معيك حق الناس بدايك الصالحة تتسلى فيها اسمعي لقلي ليش ما بتتحايل وعليه بحايلة شلوم هلأ الدكتور مختار مصديقكو بلا صديقنا طيب تصلي فيه وشرحي له الحالة بالضبط وخليه هيك يدعي لعنده يعني على اساس زيارة عادية وهو هنيك بيشوف شو حالته فكرة معقولة كتير بس بركي عصام مرضي يروح خلي الدكتور مختار يلحى علي بالدعوة بيخجله وجوزك إلا ما يستجيب برابو عليك السيهان جبتيا بكرة بحكي مع الدكتور مختار شو وين عيني قعدي لأ معلش تأخرت ام تلقي يا سي جاي بعد بكرة ان شاء الله بس وينيك شو بيصير معك بتخبريني ها طبعا مستخيل عيني لا تجيبي سيري لحدا لأنه ما بدنا هيك خبر يشيع بين الناس عوزو بالله شعم تحكي انتي لأ عم بجي بسيري يلا خاط الله معك مع السلامة مرحبا رزان كيفك؟ قدريتي شو صاير مع عيصام جوز ندا؟ عيصام فقسيت معو لك ايه؟ لو لحيت ماو صاير عم يخبص الله وكيلك بك هلأ كانت عندي ندا وحكتلي كل شي بس رزان ديري بالك ها ما حدا داريان بالقصة بنو ايه مو نويني خبرو حدا نا بس لحطة مايصير بالقصة لتو عجن ومدري شو قال رح يعالجو عند الدكتور مختار الله يجيرنا يا رب بالفعل ما كان حدا يحذر عليه بس بيني وبيني ايه ندا بتجنن بلد بحالها اكيد منها لكان من مي على كل حال اذا دريت بايشي دغني بخبرك اهلي الله معنك باي حبيبتي موسيقى 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 اشتركوا في القناة مرحبا دكتور كيفك دكتور مختار شو اخبارك انا اسفل الازعاج بس بدي احكي معك بموضوع مهم انا اسفل الازعاج اشتركوا في القناة 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 اصلا علاقتي بالدكتور مختار انا علاقة سطحية كتير وما فيها الاخ دول عطا بينتنا ليش ليش تقليه ليش ايه بس هذا ما بيمنع انك تروح تزوره وتشوف شو بده ايه وانا هيك عمقول ندا هلا انا عن جد كنت عم بصرخ بالليل اه وانا بصرخ بالجي انا اه ايه وصرلك اسبوع لها الحالة ايه الساس عيسان الخوف غريزة اساسية من غرائز الانسان يعني شي طبيع كتير كتير انه الانسان يخاف بس انا يا دكتور مابخاف ما بخاف ابدا انا مابخاف غير من اللي خلقني حلو 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 كتير وليرو وبخاف من يلي ما بيخاف الله وغير هيك ما فيش عندي بيخوف بهالحياة يعني مثلا انت ما بتخاف من الموت ليش من امتى كان الموت يخوف طالما كل اياتنا راح نموت معناها ما في مشكلة بعد نشوف يا هالدنيا شي بينزعل عليه دخيلك يا دكتور الله وكيلك دنيا غرورة ما فيه شي أبدا انا مو قضي من فكرة الموت انا عم بسلك عن صدمة الموت يعني مثلا انت شفت شي حدا ميت وخفت منه مثلا اعوذ بالله ليش الميت بيخوف لا مثله مثل النايم فرشكل عمرك شفت حدا بيخاف من واحد نايم يا دكتور صحيح اني لما كنت صغير فقت على صوت صراخات امي والجيران لما ماتت خالتي وشفت لخالتي مرمية على الأرض وهالنسوان حواليها عم تصرخ وتولول بس ما خفت ما خفت أبدا كل ما هونالك اني ضليت شي شهر بلا نوم وكل ما نام شوف هالمنظر بيه منامي بس هادا شي طبيعي دكتور بتفرضو هيبة الموت على البني آدم الموت له هيبة دكتور وما فينا ننكر هالشي أبدا ايه طبعا 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 أكيد طيب يا ترى في مشاهد تانية من طبع بذاكرتك وانت طفل غير موت خالتك ما بظن ما بظن طيب طيب كنت كنت تخاف لما كنت تروع المدرسة أبدا بعدين أنا كنت حب المدرسة كتير صحيح كان استاذ التاريخ يضربني كتير واستاذ العربي يرفعني فلقات واستاذ الكيميا يشدني من أداني واستاذ العلوم يحبسني ببيت الفيران والجردين بس رغم هيك كنت إذا شفت شيء استاذ من هدول جاي من راس الحارة غير طريقي فورا لحتى ما تقع عيني بعينه وهذا طبعا نوع من الاحترام والتبجيل للمعلم طيب ما كنت تخاف من الامتحانات لا لا أبدا أبدا أنا بعمري ما خفت من الامتحان لا وقت كنت صغير ولا حتى وقت صرت بالجامعة هو صحيح كنت أرجف رجفان وتزيد دقات قلبي 200 دقا بالدقيقة وأشعر بنعدام الوزن وتلاشي الحواس الخمسة وقت أوصل لباب قاعة الامتحان بس هذا طبعا نوع من الانفعال والهيجان دكتور والتحفز للإجابة على الأسئلة ما ممكن نسمي خوف دكتور أبدا يا طبعا أكيد أكيد عفوا السيد عصام يعني زكيت عم بتدخل بخصوصياتك بس انت يا ترى بتخاف من مرتك هلأ إذا الواحد احترم مرته وما ردلها كلمة بيوشها ولبالها كل طلباتها ولو كانت تعجيزية وساعدها بشغل البيت والطبخ والنفخ والجلي وشاورها بكل كبيرة وصغيرة وبكل شاردة وواردة واستوعبها بقت تعصب وتتنتر بيوشه بيكون بيخاف منها دكتور هاي أنسة رقيقة والمفروض إنه الإنسان عاملها معاملة خاصة مو هيك طبعا هيك هي يعني رفقا بالقوارير سيد عصام اللي كيفك بالوظيفة؟ تمام 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 الحمد لله يعني كيف علاقتك برؤسائك؟ برؤسائي مبنية على الثقة والاحترام المتبادل عظيم طيب هالثقة هاي كيف تولدت؟ أنا معروف عني أني نظامي كتير الساعة 8 تمامة بكون وراء مكتبي وبظل ملزوق على هالكرسي هيك لساعة 2 ونص بعدين بيحمل حالي وبمشي وأثناء الدوام ما بأخدوا بحطي مع الموظفين إطلاقاً وما بشرب لا شاي ولا قهوة ولا أي شيء تاني الدكتور لحتى ما يفكروني أني عم عطوط أو ضيع وقت وبتعامل مع المراجعين وفق القوانين أبداً وفق الأصول يعني بحياتي ما حاولت اجتهد من عندي أبداً ما حصلت ما حاولت حط أصبعتي بشغلة ما إلي فيها ما حصل الله الوكيل إذا طلبني المدير خلال نص دقيقة بكون مزروع زراح على باب مكتب ودكتور مو خوف منه لا سمح الله لا بس هذا نوع من التقدير والحرص على وقته الزمين سادة ساماريك سمعتلك قال أنه حضرتك ما بتحب توقع على أوراق رسمية ما بحب وقع لا على رسمية ولا على غير رسمية ما بحب وقع على شيء أبداً ما بعرف بيجوز لأنه توقيعي مفشكل شو ندا؟ طمنيني شو الأخبار؟ ايه؟ شو هل حكي؟ لست أقول هلأ أهنيك؟ معناها الحالة صعبة؟ ولا يهمك، الدكتور مختار شاطر كتير أنا بعرف كتير ناس تحسنوا على إيده وينك ندا؟ أول ما بيرجع الأستاذ عصام بالسلامة تصلي فيني ايه؟ خبريني شو بيصير؟ لأه لازم اطمن عليه اليوم هو هيك، رح استنى منك تليفون ها؟ الله معك حبيبتي، مع السلامة مرحباً رزان، اسمحتي أخلي الأخبار؟ شو هلو أخبار؟ أخبارها يصعب جوز ندا؟ هذا يا ستي قال بده يتعالج عند الدكتور مختار حالته صعبة كتير يا حرام بجوز يحولوها على المستشفى شو أنا مستشفى؟ أنا مستشفى يعني سلامة عرفك ست رزال شو هالحكي؟ لا لا ما بتقيت هي الأمراض العصبية بس بتصيب الرجال نحن نافدين طبعا لأنه نحن عمنا بقل برجالنا ماشي الحال الله يحمل معهم يا رب ويشد أعصابهم لحتى يريحونا ويلبوا كل طلباتنا وما يعصبوا علينا كمان الله معك حبيبتي مع السلامة باي صحيح ساز عصام قال أنت بتخاف من العتمة؟ يعني شو الفرق بين العتمة والضوية دكتور؟ بتغير شي كل ما هنالك أنه الكرة الأرضية بتفتر نصفة ليلة حتى تغيب الشمس وما بتعود بتبين هذا الشي بيخوف دكتور طبعا لا يا سيدي وإن شاء الله تنقطع الكهرباء ثلاثيام ورا بعضا ما بيهمني بس كمان أنا من طبعي إني ما أطلع برات البيت دكتور وقت تتحتم الدنيا مو من شانشي بس أنا بعرف أنه الله سبحانه وتعالى خلق الليل والعتمة لحتى الناس تنضب ببيوتة وما تطلع مو لحتى تطلع وتسيب الطرقات دكتور طيب طيب إذا حدا طلب منك أنك تمرق من جن مقبرة تمرق؟ وليش لحتى ما أمرق؟ صحيح أنا بحياتي لسه ما مريت من قدام مقبرة بس إذا اقتضى الأمر بمرق شو اللي بيمنعني يعني؟ الخوف من الحي دكتور من الحي دخيلة مو من الميت طيب يا ترى أنت بتخاف من المشتماد يعني عصدي بتخاف من بكرة؟ بكرة الدكتور هلأ اليوم شو؟ الثلاثة عظيم كتير بكرة دكتور الأربعة يعني بعده الخميس فيون شي بيخوف هدول؟ عمرك شفت حدا بيخاف من يوم الأربعة أو الخميس أو الجمعة لا أكيد لا بس أنا أصدي المستقبل بنيوسر المستقبل شو؟ هذا المستقبل بعلم الغيب يا دكتور ويلي بيجي من الله يا محلى هو صحيح أنا عندي يعني توجس خفيف من إني أتقلع من الشغل مثلاً وإصفى بالشارع بلا شغل أو إني فلس فجأة وصير على الحديدة أو إني أمرض وما عود أقدر أشتغل ويموت أولادي من الجوع والفقر أو الغلا يزداد وما عود أقدر جهز بنتي إذا خطب شي عريز دكتور لأنه معلومك البنت هالقيام عم تكلف أكتر من الشب وكلما أمها استقبرت خطابين بيقمطني قلبي بقص لأنه ما لي قادرة ندفع لها فرنق بمناسبتها أو مثلاً تصير مجاعة ما يعودين زي المطار يجينا شيء عصار أو زلزالة إش الأخضر واليابس متل ما عم نشوف بالتلفزيون بس هذا كله دكتور مجرد يعني توجس خفيف نوع من الاستشعار بالخطر قبل حدوثه مو أكتر دكتور ماذا؟ تمنيني ماذا الأخبار؟ ماذا الحكي؟ لا هلأ ما رجع؟ معناها الشغلة كثير كبيرة لا يا حبيبتي طولي بالك ما بدي إشغل بالك أنا الثانية لا إن شاء الله ما في شيء بس يرجع حاكيني ضروري ماشي سلامته الله معك هلو رزال اسمعي شو بدي إقلليك؟ طيب يا ترى هنت بتخاف من الشرطة؟ مين هدول؟ الشرطة شرطة أصد الشرطة ومشتقاتها لا لا ما بخاف لا من الشرطة ولا من المرطة لأن هدول عبارة عن حماد للقوانين والأنظمة يلي هي بالأساس ومضعت مشان راحتنا صحيح أنا ببتعد عن الشرطة سفر سنة وحتى شرطة المرور بتجنبه وموظف التموين أو الجمارك أو الصحة ما بحب شاكله ورجل المخابرات ابدوخ إذا سمعت بإسمه بس هذا كله يعني لأني ما بحب ريحة المشاكل ما بحبها دكتور ما بحبها يا أخي هيك الله خلاني أنا هيك عزيم كتير ما لاتو أنت ما بتخاف من أي شي ليش حتى خاف؟ ليش؟ حتى أني بشرب مية من الحنفية وما بخاف أمرض وبستنشق هاوى المدينة وما بسأل عن التلوث وبركب بالميكروباصات وما بسأل عن روحي ما بخاف لأنه اللي إله عمر ما بتهينه شدة معك حق مو هيك؟ بس أنا يعني سمعت عصام أنه أنت بتخاف تحكي على التليفون ايه؟ ايه نعم، مضبوط طيب ليش يا ترى؟ يا دكتور لربما فلتت مني شي كلمة هيك أو هيك عن السياسة أو المياسة وعن طريق الصدفة حدا سمعه أو كان الخط معلق مع خط تاني وتفسرت هالكلمة تبزير مابيزوها أو تبزير غير واقعي فانتازي يعني حلوة بحقي بآخرت هالعمر دكتوري طبعا لا من شان هيك أنا بتجنب الحكي بالتليفون واللت والعجن بتجنبه بحكي باختصار شديد واقتضاب أشد وما بتطع من تمي إلا الكلمة الضرورية وبس مو أحسان طبعا ما أحسن أكيد أحسن أخي عصام أنت عم تعمل زينة العلد بس لسا في سؤال بالله أنت يعني ما بتخاف حاجة بقى دكتور حاجة قلتلك أنا ما بخاف ما بخاف من شي أصلا ما في شي عنا بخوف بقى لش والخوف حدا بخاف هيك من ولا شي بقى ليش حتى تسألني وتعذب حالك يا دكتور ما في شي ما في شي ارتاح أخي عصام ارتاح ولا تشغل بالك شلون لا اشغل بالي؟ حكي كله تسجل هون وأني على قامتك وأني على قامتكية وأني على قامتك يا عصام انخرب بيتك يا عصام وأني عليه على قامتك يا عصام وانخرب بيتك رسمي طول بلك أري س program كانت كل مالا وstatيني ما نجي الإعجاب أنت تعليق هدي لي حالك شوي هدي حالك ما بصير إلا مثل ما بده مو قبل ما أخذ الشريط غير الشريط تفضل ها فرجيني شو عا تعمل فيه يعني شو را عا أعمل الله يسامحك الله يسامحك ليش هيك عملت مو خوف لا سامح الله دكتور لا مو خوف نوع من الحرص واحد تفهمني غلط يا دكتور مختار لأنني أنا ما بخاف أبداً لا يمكن خاف أبداً ليش الخوف؟ ما في شي بخوي يا عبيد أهلا وسهلا شرفتوا تفضلوا شو شرفتوا وما شرفتوا ولا يقدر تقضينا يا غفنجان قوي وكاسة عصير شو عرف ميتي شو الاستقبار هادا بطير بطير ناشر ولو تكرم عينكم كل شي جاهز بالمقبض بس انتو يشربوا العصير بالأوة تفضلي ما بدك مساعدة أم عبيدة؟ يو تسلميلي الله يساعدك يا رب تسلمي بلا خلي وفاقة تساعدك شوي ما تباره أصغر واحدة بيناتنا ها ومين قالك أصغر واحدة بيناتنا؟ بسلامة نظركن يعني إذا الشغلة على صغر السن لازم كلياتنا نقوم نساعدي لام كلياتنا صغر يو عين الله تحرزكم بس خالي أم سلافة معاها نعجب تيدي هاي كلمة خالي أنا خالي أنا الفرق بيني وبينك سنتين بس فقط لا غير محرزة تقديلي خالي بعدين أنا مبيني أصغر مني إيه معيك حق لما ممشي أنا وياكي بيفتكروكي أختي الصغيرة بوهي 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 بالله معنات أنا لازم نعدي لك حالي صح تفضلي لك هال أمي خالت وفاق ساعدي أم عبيدة بالمحبخ حاضر على عيني بس حاجة تكبروني مشان الله تفضلي شووو شو هاد يا أم عبيدة ليش هيكم عزبي حالي ايه ما فيشي ملواجب كون يا عيني تازه هالجبنية تراه لا لا أعيكا لسا مو مغلية خلاص مشي حالة الله يسامحيك ما كنت يتبطلي هالعادة انتو اللي لازم تبطلوا عادة الوسوسة والنظافة الزايدة نخيلة ها التفاحات مغسولين لسا ايه منيح لأني أنا بحب التفاح وغبرتوا عليه يعني ما في فايدة من الحكي معك فاليش لا تعاليش هيلزحون خالصة ايه خالصي بس نرزقون لجوه أنا وياك يلا يكرا ص حسنا بس منيح لي ما خلتي وفاقة ساعدة ليش بقول كنت كانت فيريدين scientist leuk فعلاً، 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 الله يعينه اللي بدو يأخذ الوفا بالفعل، لأنه إذا ما مات متسمم رح يموت بالكليرا أنا أصلاً وأتفكر بالزواج ما رح أخذ غير واحد مثلي مطبل، مزمر ومسائل عن ها الدنيا هيك ما أبدأي بالحياة إليك عمر بتعيش، ما لك عمر بأول سبب بتموت صحيح وفا، ما قاني الأوليسة؟ على شو؟ يعني أنت العزبة الوحيدة بناتنا وأصغل وحدة فينا ومو كتير للفرق، أبو سنتين تلاتة بس والله ما عحق أم عبيدة، يعني منظرك من ابنوب مو خلو بناتنا بالفعل، أنا شاز كتير، ولذلك رح نعطيكي مهلة ست شهور يا إما بتتجوزي، يا إما من حليلك من الشلة أنا ما رح أتجوز إلا عن حب أحبي، مين مازكي؟ ليش المهندس أيما اللي عندك بالوظيفة يشبه ما بينحان؟ أصير كتير وعيونه صغار، مو هذا فتا أحلامي طيب وشبه رامي ابن جيرانكم يعني؟ من شو بيشكي؟ مو قلتين أنه طلبت مرتين ثلاثة؟ ليش عبتنقق يعني عم ترفضي؟ شاب بموظف ثلاث قراني، يعني بيقبض ثلاث رواتب، شبه يعني؟ ما بعرف، ما رتحت له، حسيته حمار شغل، ومو شايف شي بها الدنيا طيب هذا تركينا منه، أخي أبو إماد شبه؟ ليش كل مرة عم ترفضي؟ الله يسامحك يا أم يمان، هيا آخرتي، تجوز واحد متجوز؟ طالما رح يسكنك ببيت لحالك، شو المشكلة بقى؟ خلاص يا جماعة، تركوها على راحتها بقى، يعني مو معقولة كلمة اجتمعنا نحنا نفتحها القصة لك تسلميلي يا أم عبيدة، شو بتفهمي عليّ؟ حبيبتي، إن شاء الله دايما يا رب ألف صحة، عيني وفا، الشريعة اللي أرضى عليك، ما لحية تغسلهم غير بالماء؟ أو إذا كان، أنا الجراسيم والميكروبات بتخاف مني، بعدين طول عملي باكل التفاح بل أغسيل، هلا بدي يغير عادتي فظيعة أنت، ما بتحبي تغير شي بحياتي صح، هذا هو أنا، كل شي تعلمته وتربيت عليه، ما رح أغيره، الشغلة شغلة مبدأ، يعني بالمختصر المفيد، ما رح أتجوز؟ إلا عن حب، والفواكي رح أضل قاكلها بلا غسيل، والجبنة ما بحبها إلا إذا كانت خضراء وبدون غلي، والكب النية بعملها بلحم بقار، وباكلها هيك على التوكل، ليش؟ لأنه نحنا حياة واحدة رح نعيش، وما حدا بياخد عمر الثاني طيس طفلي، الله يعينك على عقلك طيب، إيه، فتح ماذا، نعم، أهليك أوسر، كيف أهلون؟ تمام، والله ما شاء الحال، سمعت هي آخر خبار؟ لا والله خير؟ وفاءت جوزت شو هل حكي؟ هيك وعا السكي لكي الدرساني لكي ما كان حدا حازر عليها أستي يلا المهم انه لقيت فارس أحلامها أخيرة أنا وفارس أحلامها هاد أقولك ركم أحلامها ليش مين أخذت؟ أبو ماجد تاجر الزرار هذا اللي بيقرب جوز خالتها لأ وعمره 65 سنة وفوق منا متجوز وعنده أولاد شو هل حكي؟ وشلون وافقت عليه؟ على علمي ما بتتجوز إلا عنهم والشغلة شغلة مبدأ وهي تجوزت عن حب حبة مصرياته وعقاراته ستي المهم انه ضلت متمسكة بممادئها العظيمة وجماعة استقبال نادر يوم؟ لا لسه هلأ راح أتصل فيه لا لأ هكي خبرية ما بيمشي حلعة التليفون وعملوا استقبال استثنائي وفوق العادة كمان مشان نحكي بالموضوع ايه فكرة كتير ممتازة هلأ بعد ربع ساعة برجع بحكي معك أوكي؟ أوكي؟ ما هي زمن العجيب؟ المهم أخذت كركم أحلامها موسيقى 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 بس شقفة بصليك؟ الله يصلاحكون يهديكي لكن شو بندى غير البصليك؟ آه 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 شو بندى ليكوا و بندى ليكوا كأنك غشي منو بخوا عدي على الصبيعيك بندى فلفل أسود و فلفل أبياط و بهارب و جسط الطين و ورقة غارب و حبل هي وقرم فول كلها دول بدي حطن؟ ايه طبعاً وفقه طبعاً شو باكين بستغربيه بعدين أنا ما باكل الموزاد إذا ما تقشرت بي كاملها ما باكلها كباً لأطقت لأنه قشرتها آسية وصحبة الله هدن ومعتم وملكيك بقى الله يرضى عليكي بعد ما تستوي حاولي تقشريها اتك رماينة عظيم جداً وين الملوخية؟ جبت طبعاً من الفريزة لا 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 الله يصرحيك خير ليش عملت؟ لأنه الملوخية بالذات ما بيسوها تتفرز ما بيسوها يمكن تشط ويمكن تمط الملوخية اليابسة أحسن بكتير بكتير أحسن شو الحكي؟ ليش؟ اسألي لأنها بتحتفظ بكل الفيتامينات اللي فيها طيب على عيني هلأ أبحبت ملوخية يابسة كتير حلو وفقه بس لا تنسي تغسليها أربع خمسة زوان أربع خمسة لأنك ما بتعرفي عديش لاطة جرسين من هون وغبرة من هون وبكتريات من هنيك وهي عم تتيباس ما بتعرفي شو عرفيك؟ حاضر الله يرحمك يا ستي فهمية كانت المرحومة انترهي وفقه هذا الدرس ببلاش كانت المرحومة تقطف الملوخية بإيدها شك شك ورقه 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 وكل ورقه هلأد أده تقولي أد ورقة العيني ما فلوش فلش هيك مو إنه تمسك العرق ودمل شو مليش على أبو عماها أبدا أبدا ما في شي من هان ينكسر طهرة المخلوقة وهي مربعة عطراحة الأنصاف الليالي وهي عم تقطف وما في ورقة صفرة ما في كل ورقة خضرة مثل الزمرد الله وكيلك بعدين كانت تنقع الملوخية المأطوفة باللجن اللجن الكبير وتدوي بالملح بقلب المي وتدب الملوخيات بها الميات وتخليها من مو عشر عشر ساعات على القليلة بعدين تأخذلك هالملوخية بقى ستة وتصفيها بالمصفاين وبعدين تفرجها على هالملاحف البيضة يلي بيشتهي الواحد يجيب المخدة وينام عليها وتمدة بقى ستة بقوطة الضيوف تقفل عليها بالمفتاح ويا ويلو وفعوا يا ويلو يا سواتينو يلي بيسترشوا يقتحهم الظرفة على الملوخيات ايه والله بتصفقوا بالمقلوبة على تمو حتى ينزله الدم الحق بإيدها الملوخية وفقوا الملوخية بتلقط غبرة وريحة وشعر وما في قبشعة من الشعر بقلب لهم ملوخية بقلب لهم ملوخية لماذا لا تضع المطبخ على رأسك انا كم مرة نبهتك كم مرة فهمتك بركي هر شي خريق من رأسك ايه شو شايف رأسي مقشل لا محشومة بس وينة ما بتشو في الطباخين شو بيحطوا على رأسهم بيحطوا على رأسهم هيك بتجاكي انا تكرم عينك متل ما بدك بسير شو هي شو هي شو هيeed الخضرة هاي له السلطة ايه لا تنسي تنقعي الخضرة بيتمار بن بنجانات البوتاسيوم بعدين بتغسليهم بالمي والصابونة وقوعي بتحطينا على العيابيس لأنه بيكون معبها غبرة وبتكتريتهم لأنه منيحة كتير للضغط ولشغلات تانية بتهمني أنا وبتقللي الزيت مشال الرجين وخلي الليمون وسطها لأنه كترته تعمل قرحة وإنته بتخلي السلطات حلوة وآخر شي آخر شي رشي رشي الكمون أو سماق تعطيها لكها طيبة تكرم عينك لسه في شي تاني؟ لا وفقه ما في شي مبدئية ما في شي بس أنا كل شوية والتانية بترضي عليكي ما بتركيك شي تقلني اتركيك ما رح اتركيك ابتتونى سيبي توجيهاتي انتي فعلا يا جماعة ما كان حدا حاثر ابدا على وفاء انه الطب هالطبل مش عاهد لا ولما طلبه اخي ابو عماد رفضيت قال شو نبا اخد واحد متجوز ايه ابو عماد اقل شي اصغر منه بشي عشر سنين يقولي خمسة عشر سنة لا ولما دليناها المهندس ايمان قال هذا مو فتا احلامي دخلك وما يطلع فتا احلامها واحد خطيار وصوفا وكركموا في مليون علي ورجل بالدنيا ورجل بالقبر دخيلة انه بس بدي افهم شو اللي قلب لعاقلة بها السرعة هاي امبينة واضحة مش عامل مصاري بدا يعني والمبادئ اللي كانت تحكي فيها الحب والمب ايه مرحبا مبادئ لك الناس اللي ما بتشوف المصاري يبينعمة على قلبها ومو بس بتنسى المبادئ لك بتنسى حالها كمان بالله يا جماعة تركونا بقى من سيرتا مو معقولة نقضي كل الاستقبال ونحنا عم نحكي فيها بالفعل بلا ما عم نحمي الوزر الحكي عليها خلونا نحكي بشي موضوع مفيد معك حق دريتوا انه صفية رح تطلق من جوزة ايه شو هل حكي شو رأيكم نروح نزورها يا مفا يا وفاء وفقه خير شوفي دخيل عينك ناوليني كاسة هالميلة اشرب الحبة تبعي ايه تكرم عينك شو رأيك رأيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحيت السيرة ولي يمكن احتراء الحليب شو وفا احتراء الحليب لا الهند الله قديش غليتي الحليب يا ترى ما بعرف مثل العادة ما بصير مثل العادة لازمين غلاء 30 دقيقة على القليل يا وفا ايشو هو طبقه حتين غلاء 30 دقيقة لازم تحس بحساب لازم تحس بحساب كل شيء وفا برقي هالحليب اخدينه مثلا من بقرة مريضة مجنونة شو بعرفنا نحن شو عرفت انه ايديني اللي عم تحلي ببزاز هالبقرة مضيفة اروصتوا اللي اللي عم يحطوا في الحليب ما عم يستعملوا لشي تاني ابو ماجد هذا الحكي كان زمان هلأ صار كل شيء قالي لا تمسهوا الايتي اي مرحبا قالي ليش عرفاني انت هالقالي من جاي ها وفاة ولا ازا كانت منسة او معطلة او عم تهري بزيت لكن انا على هالحالي لازمني واحدة تساعدني ما في حكي اعوذ بالله من خطب الله ليش انا فوت مين مكان على بيتي شو الحكي هذه يا وفاة انتي انتي بالزاد لو ما كنتي مو من مكان ما كنتي فت لبيتي انا ما عم ما قل لك مين مكان الا ما نلاقي واحدة مستورة ما عاد في حدا مستور بهالقيام وبركة كانت حرميك و جاي تسرو اه بركت او هرباني منشي جريمة من الزلال و جاي تتخبع عنا بركة لا وبيجوز تقوم بنص الليلها تتباح لي وتتباحيك بيجوز لانه ياما عم نسمع هيك سمعات وفعو ايشو في الامراب كل الناس بتجيب لفايات ما دخلني بالناس انا من الناس انا ما دخلني علي من حالي كل واحد بيدبر بيتو بمعرفته مرتو بمعرفته و انا عم دبرك بمعرفتي مو ببعرفة الناس بعدين والله هي اللي ما بيحصل ما بيسلام حطيلي هالكلام حلاء بيدنك الصغيرة فمتي هون هون عطي بيهل ادم هون موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة